السلام عليكم متتبعين قناة عالم ام يحيى مرحبا بكم في فيديو جديد كنت منكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نكمل به الفيديو اللي داز قبل بالنسبة الفيديو اللي داز قبل كيف ما شفتوه الرجوع ديالي البيت الزوجية اللي كان اصلا رجوع فاشل ما فيه احتشي نتيجة اليوم ان شاء الله غادي نكمل معاكم الحكاية وغادي نعطيكم واحد نصائح لبنات عن تجربة ماشي شي نصائح اللي ما غاديش تستافدوا منهم نصائح اللي بغيتكم تستافدوا منهم بلا ما تقلسوا تضيعوا الوقت يعني عاد ممكن غادي تلحاقوا على هاد النصائح اليوم ان شاء الله بغيتكم تسمعوهم من هاد الفيديو وتاخدوهم عبرة في حياتكم باش تبقى الحياة زوينة باش تبقى انتي ووليداتك ان شاء الله غاديين بواحد طريق اللي هي زوينة ما ما توصلوش لشي نتائج اللي ممكن تضرك انتي وتضر وليداتك وتضر الاسرة ديالك فان شاء الله تبعي معايا هاد الفيديو اكيد اكيد فغادي الدخلي اه تفرجي وانتي محباطة وانتي عندك شي حويج اللي خيبين في حياتك واللي بغيتك تخرجي من هاد الفيديو وانتي عاش بك راسك وانتي شخصية قوية وانتي عندك ارادة اللي تعيشي بها واحد الحياة اللي ما تندميش عليها فقلت ما غاديش ندير هاد الفيديو وانا غير كان هضر فحاولت انني ندير لكم واحد الروتين اللي هو زوين صراحة وخفيف بالنسبة لي انا هاد الروتين ان شاء الله كان غاوى والدي اه معه صاحبه وقلت غادي نصيب لهم واحد القوتي الخفيف المهم غادي نصيبه معاكم وانا غادي نعاود لكم على تجريبة ديالي وعلى النصائح اللي غادي تستافدوا منهم في هاد الفيديو بالنسبة لي كيفاش اه تعاملت مع الوضع اللي انا فيه فغادي نحولوا لكم باش انتو ما تنتو ما يعني تحاولوا تصلحوا به الى كانتش حاجة عندكم ماشي هي هادك في حياتكم فكنتمنى ان شاء الله ينفعكم الفيديو ويعجبكم وإلى عجبكم اكيد ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم بارتاج الفيديو وشي تعليق اللي يكون محفز واكيد اعطيوني الاراء ديالكم فكيعجبوني التعاليق ديالكم وغادي نشكركم بزف بزف على التعاليق اللي اعطيتوني في الفيديو السابق صارحة كانوا اه تعاليق اللي زوينا من اه من البنات اللي تنعرف من الناس اللي ما تنعرفش يعني اه شجعوني اه صارحة اه يعني كتبغين كتبغين تسمع اه ري الناس كيمي ما كيقولون باش تعرف وش انت غادي على صواب ولا اه شي حاجة لماشي هي هادك فشكرا لكم بزف على المتابعة ديالكم وشكرا للناس اللي اه عاد لطاحكم بالقناة ديالي وعجباتهم هاد الشي اللي كيحفزني وخل قناة بقى صغيرة راني غاديا معكم درجة درجة حتيح الله كما كيقولو نبدأ والقيصة ديانا على بركة الله اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لهذه النصائح اللي غادي نشارك معكم فغاينفعوك وانتي مزوجة وانتي مع راجلك وغاينفعوك وانتي مطلقة وغاينفعوك وانتي بحال الحالة ديالي اللي كتكون ممزوجة ممطلقة فان شاء الله نحاولو نبسطو الامور ونخلو الحويج اللي غادي تنفعنا هي اللي غادي تكون قاعدة لنا في حياتنا بالنسبة اللي باش غادي نبدأ معاكم انا القصة ديالي راكم وليتوا عارفينها يعني ما غاديش نبدأ من الول نبدأ نعود لكم بالنسبة لي انا كيفش الحاجة اللي استافدت منها وخاء انا وصلت لهذه المرحلة من بعد ما سمعت وشفت قصص ناس كتير اللي سبقوني ووقعوا لهم مشاكل في زواجهم وصلتهم للانفصال وصلتهم للحالة اللي بحالة اللي عندي فكتكون المرأة او للوليدات كيوصلوا لواحد الحالة اللي خيبة بزاف اللي كتأطر عليهم وكتخليهم يعيشوا واحد الحياة اللي خيبة مدى الحياة فالناس اللي شفتهم قبل ما ندازوا في هاد الشي خليتهم عبرة لي استافدت من الاخطاء اللي داروا وقلت غادي نصلح الوضع ديالي بناء على الاخطاء اللي داروا الناس فما غاديش ندير نكرر حتى انا هاد الاخطاء اللي داروا الناس وشفتهم بعيني ونعودهم حتى انا براسي ونعودهم مع ولادي فالحاجة اللي خليتها يعني بيني وبين نفسي عاهدت نفسي عليها هي أنني ما نكرهش راجلي وما نخليش ولادي يكره باهم باش تستمر الحياة عندنا زوينا وباش ما نتعقدوش في حياتنا وباش تبقى حياتنا زوينا كأننا يعني عايشين حياة طبيعية ولله الحمد وكانت صراحة هاد الفكرة كانت ناجحة لا بالنسبة لي يا أنا ولا بالنسبة لي ذاتي ورا الناس اللي قراب مني تيشوفوني يعني ما عنديش شي مشكلة الحمد لله في الحياة ديالي وخائركم معارفين الاساس ديالها شنو فالاشنو غا نقول لكم مهم أنا شفت عيالات اللي تضروا بزاف في الحالة ديالهم النفسية وشفتهم تضروا في صحتهم وشفتهم تضروا في بزاف الحقول وليدات حتى هما كبروا يعني معقدين كبروا ناقصين يعني من فيهم شي حويج اللي خايبين يعني وصلوهم من المرحلة يعني كبروا الوليدات ماشي طبيعيين فبغيت إن شاء الله أولادي ما يوصلوش لهذا الحالة وأنا كشخص أنا ما نوصلش لشي حاجة ما نخرش من زواج وأنا مريضة وأنا كنا كل دوا وأنا يعني صحتي يعني ماشي هي هاديك صورة ديالي بين على أنني يعني مرأة فاشلة هاد شي كله ما بغيتش أنا نوصل لي يعني وخا ما عادش شنو يوقعه عندي حاجة وحدة أنني نعيش حياة زوينة سواء كان معي راجلي سواء ما كانش هادي يا الحياة إحنا ما تخلقناش باش يكون معانا يعني تكون المرأة مع راجلها عاد غا تكون الحياة زوينة لا بالأكس الحياة إحنا كنجملوها بوحدنا يعني ولو يكون كينين بعد العيالات دابل يسمعوني عيشة مع راجلها وما ساعداش ما فرحاناش وكتلقيها هزة هم الدنيا وهزة وهم الآخرة ومكرفسة في حياتها وحالتها يعني صورتها ممهليش في راسها مكرفسة محنة يعني بناقص بناقص من هذك الزواج اللي أنتي أصلا ما راديةش عليه ولكن أنا ما جايش هنا باش نقول لك أنا شي حاجة على الزواج ديالك ولا على راجلك أنا جاي بغيتك تصلحي راسك فقط فقط لا أكثر يعني تكوني تعيشة مع راجلك أو ما تكونيش تهل لي في راسك شوفي راسك أنك واحد الإنسان اللي زوينا وشخصيتك زوينا وعندك ما تعطي في الدنيا ولو يجي هذك الراجل ينقص منك ولو يجي هذك الراجل ما يعطيك شا قيمتك أنتي أعطي قيمة لراسك يعني مش تخلي راسك أنتي ثنين ناس هما لغا يديرو لك قيمة قد ما درت قيمة لراسك قد ما الناس حتى هما تديرو لك قيمة سواء اللي ضايرين بيك سواء اللي كيعرفوك أو لمك يعرفوك درت قيمة لراسك حتى الناس اللي ضايرين بك را غا ديعطي القيمة صغرتي راسك ونقصتي من راسك راحت الناس اللي ضايرين بك غادي ينقصوا منك هاتش اللي بغيتكم تعرفوه وتاخدوه كعبرة يعني بالنسبة للمرأة اللي كتكون يعني مطلقة أو لبحة الحالة ديالي يعني كتضمر راسها بيد ديها كتضمر ولادها علاش أنها هادوك الوقائع اللي وقعوا لها مع رجلها كتخليهم حقد كتخليهم حقد بينها وبين رجلها وتالوليدات كتوصل لهم ذاك الحقد وكتخليهم تاهمك يحقدوا على أباهم وذاك الحقد اللي كتحقد هي هي كتأدي راسها يعني كتوصل لواحد المرحلة خيبة رانا كيما قلت لكم شفت عيالات لي ولو تيكلوا الدواء ديالعاصة يعني حالة ديالهم ساكن كيخلعوك بالصيفة ديالهم ساكن اللي كترد لقلبها ترد لقلبها تاك التوصل المسكينة لوحدة الصورة اللي هي خيبة اختي تهلاي في راسك شوفي في المراي وقولي أنا أحسن وحدة شوفي في المراي وقولي أنا ما وعندي التموش كيلة شوفي في المراي وقولي أنا مشي مرافع شيلة شوفي في المراي وقولي أنا جات من عند الله مرحبا بها جات من عند العبد مرحبا بها أنا قابلة أي وضع أنا تحطيت فيه وكوني مراقوية هذا الشي اللي بغيت نوصل لكم وبالنسبة للوليدات حاولوا أنكم ما تخليوهمش يحقدوا على والديهم ولا واختي ما عدتشي وقع بينك وبين راجلك ما تخليش الوليدات يحقدوا على أباهم راه الوليدات يلا حقدوا على أباهم كوني أكيدا ميا في المياه غيكونوا وليدات فاشلين في الصغور ديالهم في الكبر ديالهم يعني حياتهم كلها مشات هاكك يعني الحقد راه ما كيدير تشي فائدا في تشي فائدة إلا أنه كيدمر مولاه كي يخليه أنه كي يكرفس راسه كي يرجع أنه خصوين طاقم باش ياخد حقه يعني ذاك ما كيصلحش راسه ما كيديرش ما كيطورش راسه كي تبقى الحياة دياله كي يبنيها على أساس أنه خصوين طاقم باش يكون إنسان طبيعي وعادي من هادك الإنسان اللي هو حقد عليه حاولوا كيما قلت لكم بالنسبة لتجربتي أنا الحمد لله والشكر لله ما حقدش على راجلي ما كنخليش ولداتي حقدوا على أباهم نهائيا كان جبدو بصورة له يزوينا دائما كندير لهم مبرر على أباهم إلا شافوا شي تصرف منه ماشي هو كيف ما شفتو بالنسبة للفيديو السابق للرجوع ديالي ومشا معايا والدي يعني وشاف كل شي بعيني يعني ما عندي ما نخبي عليه ولكن ما نكذبش عليكم خليت ديك الصورة اللي هي شافها وخيبة درت لها مبررات باش رجعت زوينا باش والدي ما يحقدش على أبا باش والدي ما يوصلش لواحد المرحلة اللي خيبة اللي تخليه واحد النهار يبدأ ينتاق يبغي ينتاقم من أباه أو لا ينتاقم من راسه وراكم عارفين البنات الوليدات إلا كبروا حاقودين مني كيوصلوا سين المراهقة كيفاش كتوصل لحالة ديالهم فكيرجع ينتاقموا من روسهم أصلا وراكم عارفين الوليدات باش كينتاقموا من روسهم كيمشوتش يحويج لخيبين كإدمان وكحويج خيبين اللي كيخسروا بهم حياتهم يخسروا بهم مستقبلهم وهذا الشي اللي ما بيش أنا أولادي يوصلوا ليه وحتى أنا ما بيش أنني نوصل لمرأة اللي هي تشوف يشوفني أي واحد بيقول هذه مرأة فاشلة من صورتي من تصرفاتي من فعلي يعني بغيت صورة ديالي سواء كان الرجل أو لما كانش دائما أنا نشوف راسي مراقوية والناس اللي ضايرين بي يشوفوني مراقوية حياتي تكون حيات طبيعية ما يكونوش فيها شي عراقيل شي حاجة اللي غتخليني أنني هذيك الحياة عيشها غير باش نعيش ماشي عيشها وأنا متع بيها وأنا فرحانة بيها الحمد لله هاد الشي خلاني نعيش حياة زوينة صراحة وبغيت أي وحدة تحطط في هاد الوضع عيشي اختي حياتك خلي ولداتك يعيشوا طبيعيين ما تدخلوش روسكم المشاكين اللي غد تكبركم بلا وقت غد توصلكم واحد المرحلة اللي هي ما فيها التمنفعة حاولوا أنكم تصلحوا أموركم بيديكم والبنات هاد الشي اللي بغيت هاد الفيديو كوني قوية كوني قوية وخلي الناس يشوفوا قوية وهاد الشي اللي لاحظتوا أنا بالنسبة للفيديو اللي حطيته كل شي الناس شافوا القوة ديالي يعني ما شي شي وحدة اللي تشوف واحد لما نظر قدامها وطنهار أو لا يوقعوا لاشي حويش اللي هما خايبين واحد القاعدة البنات اللي دايرة أنا يعني ولا وصلت أنا وراجلي يعني لهذا المرحلة فدائما ولو كيكونوا حويش خايبين يعني في هاد المراحل اللي احنا فيهم دابا كيكونوا مراحل خايبين دائما أنا شنو دايرة يعني دائما حاط الحويش زويني اللي كتكندير أنا وياه الحويش زويني اللي كان كيدير في حقي هدو هم الحويش اللي حاطاهم أساسيين قدام عينية يعني ماشي كنحط هاداك الوضع اللي أنا خايب اللي واصلة في أنا أو لا المرحلة اللي وصلت لها أنا وفيها يعني بزاف ليال كيف ما شفتوا شي حويش اللي خايبين اللي غاد يخلوني عاو تاني نرجع نحقاد ونبدأ عاو تاني من الأول لا بالعكس كان قلبهم كان نقول أنا واحد نارة دار لي هاد الحاجة زويني واحد نهار رأعطاني هاد الحاجة واحد نهار رأتصرف معي هاكا دائما كنخلي كنغلب الحاجة الزوينة على الحاجة الخايبة باش نقدر نعطي باش نقدر أنني نكون أم في مرحلة ديال الأمومة ونكون أب مرحلة اللي خص يكون في هالأب حاضر فبناء على هاد التجارب ديال الناس فخلوني ان شاء الله نكون قدرت أنني نتغلب على هاد الوضع اللي أنا فيه الحمد لله والشكر لله الفضل كيرجع الدعاء الوالدين صراحة إلا كانوا معك والديك وكانوا الدعوة ديال الوالدين معك فكوني دائما ان شاء الله في الطريق اللي هو على صواب غادي تكوني ان شاء الله ناجحة وغادي تكون أمورك كلها بخير وعلى خير فكنتمنى نكون ما طولتش عليكم ويكون هاد الهضرة ديالي كاملة يعني خديتوا منها ولو غير شي جزء باش تصلحوا به الوضع اللي انتوما فيه شكرا على المتابعة ديالكم كانت منكم ان شاء الله تخلوا لي الرأي ديالي